السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد يبدو حسب الأخبار والتسريبات التي يتم نشرها في مختلف وسائل الإعلام أنه ربما سيتم الإعلان عن اتفاق لوقف اطلاق النار بين لبنان أو بين الحزب وبين الكيان الصهيوني في غضون الساعات القليلة المقبلة طبعا نحن سمعنا هذا الكلام سابقا ولكن اليوم مصادر إخبارية وازنة تتحدث عن مصادر سياسية مسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية على أن واشنطن أبلغت لبنان رسميا أو أبلغت المفاوض اللبناني أنه سيتم الإعلان عن اتفاق لوقف اطلاق النار في غضون الساعات القليلة المقبلة المجلس الوزاري المصغر في الكيان الصهيوني سيعقد اجتماع مساء الغد الساعة الخامسة ونصف بتوقيت القدس المحتلة يعني المصادقة على اتفاق وقف اطلاق النار خليني نستعرض لكم في هذه الصور هذه العنوين الإخبارية يعني عشان تعرفوا المصادر وبعدين نعلق على الخبر اكسيوس طبعا هذا اكسيوس يقول أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أنه الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله بمعنى أنه تم التوصل إليه حسب مسؤول أمريكي هذا موقع اكسيوس طبعا تحدث في التفاصيل كذلك هذه في البي بي سي تقول تفاؤل مشوب بالحضر بشأن اتفاق ثلاثي المراحل محتمل بين إسرائيل ولبنان هنا الشرق نيوز تقول مسؤول أمريكي واشنطن أبلغت لبنان بأن وقف اطلاق النار قد يعلن في غضون ساعات وهذا نقلا عن اكسيوس طبعا وهذه الجزيرة تقول إسرائيل تؤكد اقتراب اتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان وبيروت تتمسك بالقرار الأممي 17-01 انتو ماذا ذكرتو ذكرتو الفيديو قبل يومان تقريبا اتحدثت قلت انو سيكون يعني اذا حصل اتفاق فالنتيجة هي كذا وكذا بجاءني هجوم غير مبرر الحقيقة من الكثير من الاصدقاء المشاهدين ومتابعين مع انو انا يعني لا اقل يعني معلومات هكذا يعني جزافر الحقيقة او نتيجة استخلصتها انا من اجل التشويش لا احنا عندما نتحدث على القرار الاممي 17-01 شوفوا معايا هذا الخبر المفاوض اللبناني لمن لا يعرف لمن لا يعرف انا اقولكم شي جماعة الخير مش عيب انك ما تعرفش او ربما تتاء او يعني لم تصل الى المعلومات الصحيحة ولكن العيب الحقيقة انه عندما نعطي معلومات يتم التخوين او يتم السب وكذا بسبب المعلومات التي نعطيها يعني ابحث في نهاية الامر افتح مواقع البحث افتح القنوات الاخبارية التي تثق فيها وستسمع تواتر كلمة انو لبنان متمسك بتطبيق القرار الاممي 17-01 ماذا يعني تمسك لبنان بتطبيق القرار الاممي 17-01 هذا سنشرحه بعد قليل البارحة كان في تصعيد كبير وانا نتوقع انه حتى الليلة هذه الليلة سيكون هناك تصعيد اسرائيلي طبعا انتو بتعرفوا التصعيد في اللحظات الاخيرة البارحة الحزب قصف تل ابيب ردا على قصف بيروت والحزب اراد ان يؤكد معادل الاسرائيلي انه اذا رفض الاتفاق واراد الموضي في الحرب فهذا ما ينتظره ويبدو انه الرسائل التي اوصلها الحزب بالنار قد وصلت للاسرائيلي الذي اليوم اصبح يتحدث عن اتفاق ولكنه الصهاينة متمسكين طبعا بزيادة بنود اخرى على الاتفاق سبعتاش سفر واحد ومتمسكين بربما اهم البنود اللي متمسكين بها حرية العمل بمعنى انهم اذا لاحظوا انه الحزب خارق الاتفاق فيمكنهم ان يقوموا بعمليات ضد الحزب في الوقت الذي يعني يلاحظون فيه هذه الاختراقات والخروقات طيب هل ما نسمعه الان الحقيقة في وسائل الاعلام هو يعني مجرد اشاعات اسرائيلية امريكية لانه سمعنا هذا الكلام كثيرا نتذكروا انه سمعنا الكثير من المحطات انه والله اقتربنا من التوصل الاتفاق وقف اطلاق النار في غزة والناس في غزة تفرح وتهلل ولكن في اللحظات الاخيرة اوب يسقط كل شيء في المهدوان ولذلك الحقيقة يعني لا يجب ان يكون منسوب التفاؤل عالي جدا يجب التعامل مع هذه الاخبار بحذر كبير جدا لانه الاسرائيلي في النهاية نتنياهو لا يؤتمن له جانب هذا هذه نقطة طيب الان مع انه الاتفاق النهائي لم ينشر ولكن احنا سنتحدث عن ما طالب به المفاوض اللبناني وما يطالب به المفاوض الاسرائيلي في النهاية ما تم التوصل اليه هذا لا نعرفه لكن احنا نعرف ما طالب به المفاوض اللبناني المفاوض اللبناني طالب بتطبيق القرار الاممي او هو متمسك بتطبيق القرار الاممي 1701 الآن ركز معايا ما هي النقاط الكبرى أو البلود الكبرى لهذا القرار هو جاء بعد 2006 هذا القرار الأممي لوقف الحرب بين إسرائيل ولبنان في 2006 ووضع قرار أممي يعد بمثابة اتفاق هدنة طويلة الأمد طبعا الآن هم يتحدثون عن اتفاق هدنة لمدة 60 يوما وخلال هذه الفترة يتم تطبيق الاتفاق وبعدها يتحول إلى اتفاق دائم ونهائي والأطراف التي ربما ستشارك في تنفيذ الاتفاق خلال هذه المدة هي لجنة خماسية متكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ولبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل بمعنى هذه الأطراف الخمسة بما فيها لبنان وإسرائيل وأمريكا وفرنسا فرنسا لابد أن تكون موجودة وقوات اليونيفيل هم الذين سيشرفون على تطبيق الاتفاق الذي طبعا سيتم المصادق عليه بين الجانبين خلال مدة 60 يوم وبعدها كما قلت يتحول الاتفاق إلى اتفاق دائم بين الطرفين طيب الآن خلينا نجيكم بسرعة على ماذا ينص أو ما الذي نتوقع أن يكون فحو هذا الاتفاق الآن الجانب اللبناني هو يعني يريد تطبيق القرار 17-0 واحد اللي هو هذا القرار فيه التزامات الحقيقة للبنان والتزامات لإسرائيل التزامات لإسرائيل خلينا نبدو بالالتزامات لإسرائيل هو وقف انتهاك يعني السيادة اللبنانية الخروج من قرية الغجر ويعني إعادة ترسيم الحدود أو بحث إعادة ترسيم الحدود وقف الأعمال العدائية بطبيعة الحال بالنسبة للبنان أنه يتم إحلال الجيش اللبناني الجيش اللبناني مع قوات اليونيفيل في جنوب نهر الليطاني في المنطقة يعني منطقة جنوب النهر الليطاني حسب وهذا هو نهر الليطاني اللي من يريد أن تشوفوا أنه الخط الأزرق هو نهر الليطاني أو المنطقة الصفرة باللون الأصفر هي تسمى جنوب نهر الليطاني تلك المنطقة يعني حسب الاتفاق أنه يكون منتشر فيها فقط الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل والآن حسب هذا الاتفاق ستتراجع قوات الحزب إلى ما وراء نهر الليطاني وتخلي مقراتها وتنقل أسلحتها والأسلحة الثقيلة وكل شيء وخلال مدة ستين يوم سيتم الإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق هذا الاتفاق بصفة عامة العنوان الرئيسي لهذا الاتفاق ما معا يعني لو فرضا خليني فهمكم أنا حريص ربما إنه تصل المعلومة لكي لا يأتي واحد اكتب لي تعليق حسين ليش تتحدث هذا الكلام يعني أنا وفلان اتفقنا على شيء وسنلزم أنفسنا بذلك الشيء صحيح أو لا طيب لبنان الآن والكيان الصهيوني سيتفقان على إنهاء الحرب بينهما بمعنى أنه لن يكون هناك أي عمليات من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة ولن تكون هناك أي عمليات من الكيان الصهيوني تجاه الأراضي اللبنانية هذا إيش يعني؟ إيش يعني؟ يعني إنه بالضرورة إذا تم الاتفاق على هذا الموضوع بالضرورة إنه تنتهي جبهة الإسناد اللي بدأت يوم 8 أكتوبر يعني نتيجة سهلة أنا مش عارف ليش المرليفات في الفيديو السابق يعني حقيقة نشوف تعليقات ناس تهاجم فيه أنا ليش تهاجموا فيه أنا؟ ما مش فهم أنا نقول لكم معلومات نشرح لكم ماذا يحدث شوفوا الاتفاق ينص على وقف إطلاق النار ما معنى وقف إطلاق النار؟ بمعنى أنه لن تكون هناك طائرات مسيرة وسواريخ من لبنان باتجاه الكيان الصهيوني ولن تكون هناك غارات إسرائيلية على لبنان وسيخرج الجيش الإسرائيلي من القرى الجنوبية في غضون 60 يوم هذه نقطة ربما حساسة لأنه الإسرائيلي الآن أنه يطلب من الحزب وقف عملياته ولكن الجيش الإسرائيلي سيبقى في القرى الجنوبية ويخرج منها يغضون 60 يوم بمعنى أنه يمكن أن تستمر الأعمال يعني على الأرض ويتقدم في قرى أخرى ويقوم بتفجير القرى وهذه نقطة ربما ننتظر الاتفاق النهائي لنعرف كيف سيتعامل معها المفاوث اللبناني شوف الآن خليني نلخص لكي لا أطيل عليكم ولكي لا أرى تعليقات غريبة عجيبة في النهاية أحنا وأنا شخصيا أتمنى أنه يتم وقف الحرب على لبنان سيكون واضح معكم في النهاية أنا الآن أخلاقين أنا شخصيا أخلاقين هل يعق لي أن أقول لا يجب أن لا يقبل الحزب وأن لا تقبل لبنان بوقف إطلاق النار ويجب على المدنيين أن يبقوا في المدارس ويجب أن يستمر استهداف وقصف الضحية الجنوبية والقرى الجنوبية ونسف القرى الجنوبية ونسف كل شيء في لبنان يعني صعب صعب أنا يجب أن أضع نفسي مكان اللبناني المواطن اللبناني اللي يعاني في أزمة كبيرة جدا في لبنان ولكن من ناحية أخرى أيضا لو حدث هذا الاتفاق فهذا يعني أنه حقيقة إسرائيل استطاعت أن تحقق هدفها بكسر وحدة السحات وهذا الحقيقة فشل المحور كله وليس للحزب كسر وحدة السحات هو فشل المحور كله بمعنى أنه المحور رغم مرور أكثر من يعني 14 شهرا على العدوان الإسرائيلي فشل في وقف العدوان على غزة في ظل هذه الحرب الكبيرة يعني اللي هي مش جولة هذه حرب كبيرة وبطبيعة الحال أنه يجب أن يكون هناك يعني وقفة تأمل لما حدث وأسباب ربما الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة بطبيعة الحال أنا أعتقد أنه الإسرائيلي لن يتوقف يعني إذا ضمن اتفاق مع لبنان وتوقفت الحرب بين لبنان والكيان أنا باعتقادي أنه الإسرائيلي سينتقل إلى تصعيد الضربات باتجاه سوريا وتصعيد الضربات باتجاه العراق وتصعيد الضربات باتجاه اليمن وهذا كله والحرب في غزة ستكون مستمرة يعني حتى يأتي ترامب أنا باعتقادي أنه الأمر مرتبط بمجيء ترامب حتى يتم الاتفاق على وقفة لاق النار في غزة فالإسرائيلي ليش سيضرب سوريا لأنه يريد أن يقطع خطوط الإمداد من سوريا إلى الحزب ويريد أن يضرب العراق لأنه طبعا الفصائل في العراق استهدفت الكيان ويريد أن يضرب في اليمن مرة أخرى وربما بوتيرة أعلى لأنه أنصر الله ما زالوا إلى الآن يستهدفون الكيان الصهيوني في المحصلة الحقيقة يعني اليوم أحنا يجب أن نترقب الاتفاق النهائي كما قلت في البداية أنه منسوب التفاؤل لا يجب أن يكون عالي جدا كذلك أخلاقيا باعتقادي أنه لا يمكن أن نلوم الحزب لأنه دفع فطورة باهظة في هذه الحرب وخسر قياداته في هذه الحرب والكثير من المئات من المدنيين الشهداء وتدمير كبير جدا قدم الحزب ما يستطيع ولو تحركت الدول العربية بمقدار ما تحرك به الحزب أو حتى بربع ما تقدم بما قام به الحزب الحقيقة كانت الحرب ستقف فورا أو في غضون أيام قليلة ولكن مع الأسف في الموقف العربي الرسمي يعني يبدو أنه وكما قال بوب وورد في كتاب الحرب الزعماء العرب نتحدث على الزعيم المصري والأردني والسعودي والإماراتي يعني يبدو أنهم مسندين لما يحدث في غزة يريدون أن يتخلصوا من المقاومة الفلسطينية في غزة وكل سنراقب في الساعات القليلة المقبلة مآلات هذا الحديث عن اتفاق لوقف اطلاق النار في لبنان والنتائج المحتملة لكل ذلك ولكن الإسرائيلي غدار وهذا لا يعني أن الإسرائيلي سيتوقف إذا ضمن اتفاق وتطبيق هذا الاتفاق في لبنان وبالتالي تخلص من جبهة لبنان سينتقل كما قلت لكم إلى جبهات أخرى نتنياهو يعتقد أنه هو المنقذ للأمة الصهيونية وبالتالي يرى أنه يجب أن يحقق أهدافه إما عن طريق المفاوضات أو عن طريق التصعيد والعدوان العسكري سنتابع الحقيقة ونرى المآلات شكرا لكم وإلى اللقاء